اهلا بكم عزيزيز المتابعين معكم الدكتور تامر والنهارده هقول نصيحة لكل الاطباء سواء كان تخصصهم بطنة او جراحة او اي تخصص تاني اي عيان عندك مش بيتحرك اديه لكليكسان في حاجة اسمها بلمونري امبوليزم او جلطات الرئة او جلطات الشرايين داخل الرئة او بيسموها الانصمام الرئوي بلمونري امبوليزم دي حاجة خطيرة جدا ممكن تموت العيان في لحظة ودي ممكن تحصل للعيان اللي مش بيتحرك وراءة فترة طويلة بسبب ان عدم الحركة ده ممكن يخلي العيان ده يجيله جلطات في الاوردة بتاعة الساقين او الحوت والجلطات بتاعة الساقين دي ممكن جزء منها يتحرك ويوصل للرقة ويعمل فيها انسداد في اجزاء منها في الشرايين وجلطات في الرقة البلمونري امبوليزم او الانصمام الرئوي اللي احنا بنتكلم عنه والحالة دي طبعا حاجة خطر وممكن تموت العيان فلو انت دكتور عناية مركزة وعندك عيان مش بيتحرك لأي سبب لو انت دكتور عزام وعمل عملية للعيان بتاعك ومغير له مثلا مفصل رجبة او مفصل فغد او اي عملية تانية والعيان مش بيتحرك لو انت دكتور بطنة او دكتور صدر وعندك عيان عنده التهاب رئوي والعيان حلته وحشة ونايم في السرير ومش بيتحرك لو انت دكتور مخ واعصاب وعندك عيان عنده جلطة في المخ والعيان برضو مش بيتحرك عايز اقول لك ده انت حتى لو دكتور نفسي والعيان بتاعك عنده اكتئاب ومش بيتحرك يعني من الاخر ايا كان تخصصك طالما عندك عيان ومش بيتحرك لاي سبب كان العيان ده تديله كليكسان بالجرعات الوقائية اللي هو تديله حقنا واحدة كليكسان 40 ميلي جرام تحت الجلد يوميا لحد العيان بتاعك ما يتحرك تاني والسبب اللي عنده ده يمشي ويبقى كويس بحاجة بسيطة زي دي ممكن تحمي العيان بتاعك وتمنع البلموناري امبوليزم واللي ممكن يموت العيان بس طبعا لازم تعرف ايه هي موانع الكليكسان او الينوكسابارين اللي هو احد مشتقات الهبارين ان يكون فيه اكتف ميجور بليدنج ان يكون العيان بتاعك بينزف من حتة كبيرة زي مثلا عنده دوالي مريء وبينزف منها عنده نزيف في المخ حاجة زي كده ما ياخدش كليكسان لو العيان بتاعك عنده ثرومبوسايتوبينيا يعني الصفايحة الدموية قليلة في جسمه في ناس قالوا لو اقل من مية وناس قالوا اقل من خمسين يعني عموما لو الصفايحة الدموية قليلة ما تدلوش كليكسان لو العيان بتاعك عنده هموفيليا ما تدلوش كليكسان لو العيان بتاعك كان خد كليكسان قبل كده او هيبارين وحصل له حاجة اسمها هيبارين انديوز ثرومبوسايتوبينيا يعني الصفايحة الدموية قلت بسبب الهبارين ما تدلوش برضو كليكسان لو العيان بتاعك عامل عملية في المخ او في العين او في الحبل الشوكي ما تدلوش كليكسان ولو ان عليها كلام شوية. بس عايزينك تاخد بالك من العيان بتاعك لو ضغط عالي جدا. لو سيدة حامل. لو ااخد بنجي نصفي. لو العيان بتاعك وزنه قليل. لو عنده كرح في المعدة غير نشطة. وكمان ملحوظة تعرف ان الكليكسان مش بيتاخد لفترة طويلة ما ينفعش نعتمد عليه طويل الامد يعني. طيب هل في بدايل تانية غير الكليكسان ينفع ان اديها للعيان ده? ينفع ان ادي اقراس بدل الحقن? طبعا فيه ادوية كتير نزلت تنفع ان اشتغل زي الكليكسان. زي الدابيجاتران الريفروكسابان الايبكسابان والادوكسابان. ادوية جديدة وبتشتغل زي الكليكسان في منها الغالي وفي منها اللي سعره معقول. على سبيل المثال في منه زريلتو وفي اندو ريفابان. تقدر تدي العيان بتاعك بدل الكليكسان? تقدر تدي له قرص عشر مليجرام يوميا. لحد العيان بتاعك ما يتحرك ويرجع لحياته الطبعي. تأثيره زي الكليكسان تقريبا والاعراض الجانبية وكل حاجة تقريبا زي الكليكسان. الرسالة اللي عايز اوصلها في الفيديو ده. لو عندك عيان مش بيتحرك ادي له كليكسان. لو عايزين نعمل البلمونري امبوليزم كموضوع منفصل بكل تفاصيله وعلاجه اكتب ده في التعليقات. ولو عايز نعرف ايه الحالات اللي لازم ندي العيان فيها انتي كواجيولانت امتى نستخدم الانتي كواجيوليشن اكتب ده في التعليقات. وفي النهاية احب اشكركم اشتركوا في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضرتكم.